الإسلام تقريباً تم اختطافه ديننا مختطف يا أخي على عيدي بعض المشائخ والاتجاهات والمتنطعين ديننا هذا الآن بدأ يخرجي لنا أنا أقول لكم أنا مرعوب وقلت هذا أكثر من مرة وما عدت واثقاً ما عدت واثقاً بمن أرى من المسلمين أنهم طيبون ورحيمون وجيدون أسعى الله أن يكونوا أحسن مما أظن وأحسن مما أتشام لكن يبدوا لي بدأ يبدوا لي أنهم طيبون ووادعون كذا لأنهم مقبوتون لأنهم في قوة القانون في قوة الدول لكن حين ترتفع سطوة الدول كما في العراق كما في سوريا اليوم كما في أي مكان يا رجل ترى ورحوشاً ناس تقطع الرؤوس أطفال يعلمون كيف يقطعون الرؤوس مع التكبير دائماً يا أخي لا تكبروا لا تكبروا كربتوا الناس في دين الله تبرك وتعالى أكباد تؤكل قلوب تؤكل وتمضى والله أكبر ما شاء الله بالأمس الحادثة أمرضتني هذه التي أيضاً في بريطانيا للأسف للأسف قطعوا هذا الجندي أنا لم أتابع لم أستطع أن أتابع لكن سمعت أحدهم قال لي حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله في معشائخنا وعلمائنا الذين بثوا ولا يزلون يبثون روح الكراهية يكرهون المسلمين بعضهم في بعض يكرهون المسلمين في العالمين كأن ندينا رسالته نشر الكراهية هؤلاء ملاعين هؤلاء صليبيون هؤلاء مش عارف إيه هؤلاء أعداء الله هؤلاء الكفار نحن ما شاء الله نحن 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 أصبحنا لا نرى أحداً نحتقر عباد الله نحتقر البشرية من عند آخرية أصبحنا أكبر الناس بالنعم كأنه أكفر إنسان بنعمة الإنسان هو المسلم اليوم تعيش في ظلهم أيها الإخوة سواء في بريطانيا في ألمانيا في جهنم في أي مكان تعيش في ظلهم تعخذ الأمان تعخذ النقود تعكل من أموال ضرائبهم ثم بعد ذلك كفار وأي فرصة ليحلقان سأقتلهم سأجزرهم أي دين هذا يا أخي أي فقه هذا لذلك لابد أن نعقد خطبة صارخة نارية أو سميها أيها الإخوة فقه الجريمة فقه الإجرام أيها الإخوة هذا فقه إجرام ولو تقفوا لو أنكم وقفتم على بعض كيفيات استدلال هؤلاء الذين يعتبرون قادة لهؤلاء الشباب التاعي الضالي الحائر الذي فقد إنسانيته شباب فقد إنسانيته باسم ماذا؟ باسم الدين أي دين يا أخي أي دين؟ دين جنكيس خان دين الياسق اللهم خلص ممتهد جنكيس خان كتاب جنكيس خان أهلا وسألا لكن دين القرآن إلا رحمة للعالمين دين محمد بن عبد الله أرحم عباد الله بالله يا أخي نسينا محمدا وما ذا فعل محمد لا نتعلم إلا الضحوك القتال خطباء معاتيه لن أصفهم بأقل من هذا والله معتون والله وأنا علم برسول الله والله إنهم معتون يأخذ على المنبر يا أخي تكريه فقه تكريه علم تكريه ترى مسلمين تطرع عليهم السلام لا يردون عليك السلام لا يجيبون ما أنت؟ يحتخرونك لأنك ربما تلبس مثلا لحياتك ليست إلى السرّة شيء غريب يا رجل ما هذه العمّة ما هذا الجنود الذي نعلم فيه وانتظروا فقط كما قلت لكم أن ترتفع أو تنفرج قليلا تخذ قبضة السلطة في أي مكان عن هؤلاء المسلمين حتى ترى ماذا يفعل بعضهم ببعض؟ القتل والذبح وأكل الأكباد والقلوب والإجرام والله أكبر والله أكبر الله أكبر عليكم الله أكبر عليكم وعلى هذا الفخ وعلى هذه الطريقة اللهم إنا نبرع إليك من هؤلاء ونسألك الهداية لهم وأن تسلوك بهم سبيل المحسنين فقد أساء إلى أنفسهم وإلى الدين أساء إلى الدين وإلينا وألمحمد رسول رب العالمين والله يأساء إلينا كثيرا أساء إلى دين محمد يا أخواني الحمد لله عايشين هنا في أغرب وادعين المطمئنين موفورين بفضل الله والله العظيم لا يُعتدى علينا لا من سلطة ولا من شعب الشعب الكافر السلطة الكافرة الملعين